جديد المتعاقدين والعمل الوقتيين يعني من أعوان وعمل وقتيين وأصناف مختلفة أصنف واحد واثنين وثلاثة عن تاريخ امتحان مهني قبل ما ندخلوا في هذا الموضوع بالتعليق نرحبوا بسي حسن زرقوني مرحبا بيك سي حسن زرقوني صاحب مؤسسة سبر أراء قبل ما نحكي ونبعد على الانتخابات كيف اشتبعت صدور هذا الأمر بالرائد الرسمي هذا شوف نتصور أنه في كنف الدولة الاجتماعية الرائية ونظرة على السلطة التنفيذية فيما خص دور الدولة وواجبها أنها تساعد الناس بدون حسابات اقتصادية انتاجاوية هذا كله ينتج عنه هالوضعية هذه نحب نتوقف عندها بدون حسابات انتاجاوية يعني الدولة لا تطالب بالانتاج فقط معناها قاعدة ترسم ولا كيفاش مفرش حقيقة نحكي أكثر على الانتاجية لانو شوف احنا كيفاش هذا الناس كل لازم هتفهم وراء في تونس البيبي معناتها خلق الثروة خلق الثروة في تونس في كل سنة هذا الانتاج المحلي الخام هذي كيفش يتحسب؟ يتحسب بالنسبة الناس اللي يخدموا مع الدولة نحسبوا شهرية متاحهم شهرية متاحهم هي اللي تتحسب كانتاج ثم نحن نجم نقبلها اقتصادياً نجم نقبلها لكن لازم المراد في المتاحة هو كونه الانتاج هذك لازم يكون فيه انتاجية شنية الانتاجية؟ في وقت مثلاً تعثمانية سوية قديش تعمل من دوسي أنت تخدم أنت مثلاً ملحقة في الوزارة العالمية ما هي متاح الانتاج؟ نوعية الانتاج؟ نوعية الانتاج قدشت تخرج من دوسي قدشت في بلدية مثلاً قدشت صح على ورقة متاع وثيقة متاعريف بالامضة هذا هو المطلوب مش فقط أنك تكون حاضر وتاخذ شهرية دونك هل القرار هذي بش يكبر من الكتلة متاع الوجور بش يخلق من طريقة إصطناعية نمو لأنه الكتلة هذيك تزيادة هذيك متاع الكتلة بش تتحسب كينها نمو لكن أنا شخصياً مانشني ضد ديار عمري لقد قلت أن الكتلة تعالوجور عالية في تونسرا هذا بش تكون واضح أنا بسبب الآيانة أهم شي هو تحت الكتلة هذيك فما إنتاج في تونس إنتاج حقيقي إنتاج حقيقي يبدأ كبير ولكن نكبروه ما الكتلة هذيك تولي ضائلة بالنسبة لك الإنتاج هذيك دونك أهم شي وليزم نخدم عليه اليوم وذي يفيه صلب صلب لكن مقارنة بالإنتاجية اللي موجودة الآن تولي وقت الماسة لغيال ما تقابلش الإنتاجية الموجودة فما أنطق إفيه بعجالة هو وقت لي وصارت صارت مثلا في المعهد الوطني الإحصاء مش نعطي حاجة بريسيز واضحة كانوا خمسمائة ستمائة نعاون كي جات للثورة وعملوا الإحصاء تعداد العام للسكان والسكن حبوا يدخلوا أكثر من ألف معناها اللي يجي أمن خدمات معينة يقعد في عقد معينه أحيانا حتى بصفة عرضية بعد يولي طالب بالترسيل معناها يلزم تميز ما بين عقود منتخذ 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 أي ظرفية وأنه حال أنت ملاغة اللي صار هو في الياناس اللي تعمل ترسيل انصاف اللي صار في الياناس هو كونه كنت مليانة باليزانجينيور مليانة بالمهندسين والتقنيين السمين في الإحصاء وفي الإعلامية وكل خبراء بالضبط وتوكي تاخذ الهرمة متاع الموارد البشرية متاع الياناس شنرقاهم نرقاهم معبية بناس اليوم ما عندهم شعليقة كبيرة مع الإحصاء الهدف الحقيقي وفي الهدف الحقيقي شنون يصير أنه تضعف المؤسسة هذية تضعفه معاش تكسبك التقنية متاحة وثقافة العلم اللي فيها وثقافة الإحصاء وكل شي تولي معانتها عبارة على مؤسسة معبية بالناس اللي هم معانتها ما همش معانتهمش علاقة وهذا أنه في السجندير هذا أنك تدخل ناس وتعمل تيتجولاريزاسيون بوها لخوة سي جوزديغ معانتها هذا يقلق برشا الناس اللي هم يحبوا يسمىوا ولا يطلعوا ولا يقويوا مؤسساتهم في المؤسسة العمومية لأنه فهم برشا مواثرين في المؤسسة العمومية معانتها من طراز وطراز عالي تقنياً والفولنتي معانتها حبهم أنهم يصلحوا الأمور تفضل سي خالدهم بعض لشنرجع لك إلى أي مدى هذا لا يمكن أن يمس أكثر فأكثر بصورة الوضع التونسي خاصة فيما يتعلق بتعاقداتها المنتظرة والتي طالت كثيراً مع المانحين عموماً هو اللي قالوا سي حسن أنه يصير نمو كي النمو مصطنع يظهر نمو سنوي مصطنع من خلال الزيادة في كتة الأجور من خلال الانتتابات التي تحصل هذا صار في 2012 كانت تذكر العدد الكبير الذي تم إدخاله للوظيفة العمومية يمكن حوالي أكثر من مئة ألف بش ما نقول أكثر هذوك ما تم احتسابهم في النمو السنوي ظهر أن وقتها مرتفع مقارنة باللي كان قبل فالفكرة هي شنية مش في أنه تكون هناك كتلة أجور مضخمة مش هذا المشكل كما حبي يقول سي حسن المشكلة أنك تكون قادر أنك تخلق الثروة أنك تنتج أنك تعمل بقدر ما تعمل بقدر ما تخلق الثروة بقدر ما كتلة الأجور هذه تولي تضائل مش هي تضائل يعني ينقص الكمية متاحها لا وينقص عدة متاحها لا على خطر الثروة تكبر الناتج المحلي الخام يطلع الفوق وبالتالي كتلة الأجور بعدما كانت مثلا تمثل 30% نتيجة أن الثروة تخلقت تولي تمثل مثلا 15% هذا هو المطلوب واللي هو طوى معطوب وليس موجود في تونس طوى في تونس تلقى جيوش في الإدارة موجودة لكن العديد منها فاش يعمل ليس يعمل حتى شيء والبعض منها ليس كمبيتون يلزموا تأهيل وشوش على النجحين والناس اللي تحب تبدل وتحب تغيير وكما قالها في حكاية الناس وحتى في إدارة أخرى تلقى في الأخير الكفاءة بش يخدموا يوليوا أقلية ويقموا حاصرتهم وكان يحب يخدم وبكل أسف هذا موجود وأصبح الظاهرة هذا موجود هذا واقع وبش نجاوبك سمعني بكلمة واحدة بالنسبة لي قلته كلمة واحدة نتعصف على خلف الشمال اليوم نتعصف على خلف الشمال اليوم نتعصف على خلف الشمال اليوم مع تدورة ثانية والثالثة اللي تسنى فينا في مارس ومبعد يمكن في جوان ما هو الزرفة مدام ما توك أحنا ما نشنا نقعد نخدموا مع الفمي ما أدرجش تونس في حل هكذا تزريف هذي. كان ما يعملوا هاش توا. ما عاشوا بتتعمل. هو مبروك عليهم اللي ترسموا صدقا يعني. لكن احنا نتحدثوا في واقع بعيد عن الحسابات الشخصية او ضيقة. نحكي مصلحة وطن. سي خليفة. لا انا نحلل في الحكاية هذه خطر بعد الفيوم واحد. وقت مضعف. بعد ايه بعد الفيوم واحداش. ولا عندنا قطاعات هشة. ثم حويش في ابعاد سياسوية ينتدبوا في العباد. وثم حويش اخرى ضحك رو. بالحق ضحك كان في البلدة دي. مع احترامي للناس راي واجب الدولة تخدم العباد. واجب الدولة انها تخدم العباد. لان زادة الشعارات اللي ترفعت هو الشغل. والشغل هو احد عناوين الكرام. اما تجي تقول لي آليات متعبسنا. وتقول لي آليات في صحراء معناها متعبيئة. سمحني معني. حاجة اخرى صارت من بعد. اللي متصارت كان في البلدة دي. شنو معادلة الشهادة. شنو انتي دخلتوا على اساس انك ثم رأوا كونترا في الانتداب. انتي دخلتوا سان كاماني سيقوندير. شنو بعد يجيب لك شهادة تطلعوا من غادي. على انا كفاءة احكي سيخالت. كفاءات الله يرحمهم في تونس را. بالحق ما انا استوال الذين يعلمون والذين يععملون والذين لا يعملون راو استويت لحقيه. وقعدين الرقع وفي حلول هذه راي قطاعات هشة. الدولة تورطت فيها صحيح. اما راو زادة يجبنا نحلوها الدوسي هذا في طريقة الانتداب وطريقة التوظيف. اليوم الادارة التونسية في حاجة الى عاتل التشارة. انتي تجي تلقى في بيرو ثم ثمانين. وفي جيشي متاع بوستة ما ثم مش هتزوز بالنس. اليوم الوظيفة العمومية في تونس فيها عدم استغلال للموارد البشرية اللي فيها. وفي التالي زادة من اقل النسب في الانتاج هي في الادارة التونسية. بمقاييس دولية معنى. فيش قاعد يخدم في ثمانية سوية. لا 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 يوكل في الله ولا وسع ما تخدمش. كي شعارات من عباجة. تخدم في ثمانية سوية اخدم ثمانية سوية. قاعدين نخدم فيهم ولا رو ما ثماش. واذا ما خلقناش الثروة. باش نقعدو نطل. أسفوار نلقوش كون يعطينا ولا ما يعطيناش كينو طلبوزت. آآ نقاط استفهم كثير. ولكن اكيد لنا عودة لهذا الموضوع. نمر الى تقرير زميلنا نزار الزغدودي ما بعد الانتخابات قراءة. الحقيقة في نتائج الانتخابات. انتخابات التشريعية. وهذا الدور الثاني. وآآ قراءة اخرى كذلك في جسم الانتخابي. ومواضيع اخرى باش نعرف عليها مع سيحسان زرغوني. بعد حين ينضم لينا بالارقام. كيد ينضم لينا بعد حين سي ماهر جديد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. تابعوا مع بعضنا تقرير زميلنا نزار الزغدودي. اتفاق. بين دورتي الانتخابات التشريعية الاولى والثانية. افرزت النتائج المسجلة 154 فائزا بمقاعد بالبرلمان الجديد. 23 منهم فازوا في الجولة الاولى. و131 اعلنت الهيئة فوزهم في الدورة الثانية. في انتظار الاعلان النهائي عن نتائج هذه الدورة بعد استفاء التعون. كما ان سبع دوائر انتخابية بالخارج لم تسجل فيها ترشحات ليترك مآل المقاعد الشاغرة الى المجلس النيابي الجديد لاقرار ما هو مناسب بشأنها. وبالنظر الى النتائج الحاسلة فان تركيبة مجلس وبالشعب ستكون موزعة بين مائة وتسعة وعشرين رجلا وخمس وعشرين. الفئة العمرية ما بين ست واربعين وستين سنة وعددهم ثمانية وستون عضوا اي بنسبة اربعة واربعين فاصل ستة عشر بالمئة ومن الفئة العمرية ما بين ثلاثين وخمس واربعين سنة وعددهم خمسة وستون اي بنسبة اثنين واربعين فاصل واحد وعشرين بالمئة وذلك حسب المعطيات التي كانت قد نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الاثنين المنقذي. ووفق المعطيات ذاتها فان معظم الفائزين كانوا قد ترشحوا للانتخابات بصفة مستقلة. في الاثناء تعددت القراءة للمسار الانتخابي برمته من قبل الشبكات والجمعيات والمنظمات المختصة في ملاحظة الانتخابات على غرار شبكة مراقبون التي وصفت من خلال ملاحظتها للحملة الانتخابية ويوم الاقتراع الدور الثاني بالدور الاول المكرر. مشيرة الى ان الاطارة الترتيبية كان منقوسا والخطة الاتصالية التي اعتمدتها هيئة الانتخابات مرتبكة فيما وصفت الحملة الانتخابية بالباهتة فضلا عن غياب الشفافية وايتاحة المعلومة يوم الاقتراع. وذهب مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية الى انه تم تسجيل خرقات خلال الجولة الثانية من الانتخابات شملت العنف المدية واللفظية على احد الملاحظين. كما تم تسجيل غياب علامات دالة على مراكز الاقتراع ووجود خلوات مكشوفة ومكاتب غير مجهزة لذوي الاعاقة. فضلا عن عدم تعليق قائمات الناخبين في عدد من المراكز. بدورها اكدت جمعية شباب بلا حدود تسجيل عدد من الخروقات تمثلت اساسا في وجود عمليات تأثير على الناخبين ودعاية انتخابية سواء من ممثل المترشحين او بين الناخبين انفسهم موسية بضرورة التركيز على التكوين ورسكلة كل اعوان الهيئة في مراكز الانتخابات وعدم اعتماد التوابق العلوية كمكاتب اقتراع. المركز التونسي المتوسطي وفي اتار برنامجه عين على الناخبات في الوسط الريفي والمناطق الحدودية. لاحظ من جانبه ان اقبال النساء على الانتخابات في هذه الاماكن كان ضعيفا جدا ويكاد يكون منعدما في بعض المناطق مشيرا الى انه تمت يوم الاقتراع معاينة ضغوطات مورست على الناخبات من افراد عائلاتهن. كما تم تسجيل خرق واضح للصمت الانتخابي من خلال مواصلة عدد من المترشحين لحملاتهم الانتخابية الى غاية ما قبل غلق بعض مراكز الاقتراع. وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عقب مداولاته على ذوء تقارير الهيئتين الفرعيتين ببنزرت واسفاقس واحد. قرر الالغاء الجزئية للنتائج التي تحصل عليها المترشح سامي التوجاني عن دايرة سجنان جومي نغزالة من ولاية بنزرت والالغاء الكلي للنتائج التي تحصل عليها المترشح تارق المهدي عن دايرة ساقية الداير من ولاية اسفاقس باعتبار ارتكابهم لأخلالات وصفت بالجسيمة التي اثرت على نتائج الانتخابات بالدوائر المعنية. اهلا بكم شكرا لنزار زغدودي لخصلنا العديد من الخروقات التي تم رصدها والاخلالات في هذا المسار الانتخابي سواء على مستوى الحملة سواء يوم الاقتراع. وحضر معنا سيماهر جديدي مرحبا بك سيماهر حضرت نائب رئيس الهيئة العليا مستقل الانتخابات ماراتون كبير اكيد تابعوه الهيئة وكتيبة الهيئة الكل نقولون حيوكم علي. البرح كان حضر معنا سيباساب معطر عن عتيت كان حضر معنا زادا سيس هيف الدين العبيدي في الصهر الانتخابية عن مراقبون وتم رصد مجموعة من الاخلالات. خلينا نبدو بالاخلالات اللي صدرت عن الهيئة. يعني سيدل المنصر يقول ما احنا ما عطيناش املاءات لتعتيم على ارقام الناخبين وعدد الناخبين الذين اموا مراكز الاقتراع في المقابل بعد شوية يدخل على اذاعة ويقول رئيس مركز نعم اعطونا اوامر بان نكتم الارقام. في المباشر كان يدخل معنا زملاء صحفين يعني صحفي القناة الوطنية يعطيونا ارقام في دوائر وفي دوائر اخرى يقول تعذر علينا وتم التعتيم على ارقام. القول الفصل عندك سيمهر جديد. شكرا انصافي اعطيك الصحة في الحقيقة هي فرصة باش نوضحه للرأي العام. المسائل هذه المتعلقة بالخروقات التي شابت عملية الاقتراع يوم تسعة عشر جنوبي الفين وثلاثة عشر المتعلقة بالدورة الثانية للانتخابات انتخابات اعضاء مجلس نوبي الشعب. شوف المسائلة هذه اتنظمها القانون واحنا راهوا المسائلة هذه نظمها القرار عدد عشرة لسنة 2014 كما تم تنقيحه في سنة 2017. والمتعلق بضبط الشروط والاجراءات المتعلقة بالاعتماد. باعتماد الصحفيين والصحفيين المحليين والاجانب. الفصل سبعة من القرار هدايا. الفصل سبعة من القرار هدايا اشيقول. يقول للمؤسسات الاعلامية والصحفيين الاجانب والصحفيين المحليين والاجانب. الحق في النفاذ الى المعلومة. وعلى الهيئة ان تمكن الصحفيين من جميع البيانات التي يمكنوا نشرها. هذا واضح. لا نحتاج ولا تعليمات باش نقولوا اه باش نعطيوهم لمكاتب الاقتراع وإلا للأعوان الواحدة. هذا نص يتطبق على الناس كله. يتطبق على الهيئة. هذا المفروض. ويتطبق على الصحفيين. هذا المبدأ. لكن كان ويتطبق على الواحدة. الواقع. نمشي للواقع. هذا النص. الواقع. تقول احنا نهارة اليوم الاقتراع. احنا عملنا كالندوات الصحفية هديكة. باش نبينه لرأي العام. شنو تقدم مدى عملية الاقتراع. مقل الأربعة. من بين من بين النقاط اللي اثاروها السادة الصحفيين. قالوا ارانا تعرضنا. تعرضنا لتضييقات. في خصوص حجب المعلومات. يوم الاقتراع. من طرف بعض المراكز. باتصالنا بالمراكز. المراكز المعلية. المراكز المعلية. وكل شيء. تبينه انه. وان حدث حجب معلومات. فان احنا حتى كان فما اعوان مراكز اقتراع. ما همش فاهمين دورهم اللي يقوموا به. احنا اعطيناهم تعليمات. في اتجاه تأكيد. الاحكام الترتيبية. المتعلقة بالقرار الترتيبي عدد عشر. ما نتهى. تعليمات متاعنا. هي في اتجاه تمكين الصحفيين من المعلومات. الوالبيانات التي يقتضي القانون انهم ياخدوها. اذا كان فما تصريح. منصوب. الرفاق وحائرون يتسألون. اذا كان فما تصريح. السيد رئيس المركز الاقتراع اللي قال جاتني. اذا كان فما تصريح. فهو تصريح معزول. فهو تصريح معزول. وسنتثبت في الموضوع. اخرجة مسيقه. سيمار. لا لا مش اخرجة مسيقه. معزول. ما نتع شوف يا انصاف. شوف. اليوم الاقتراع. ترفش قدش عنها. عنها اربع الاف وميتين واثنين وعشرين مركز اقتراع. موزعين على عشرة الاف مكتب اقتراع. راهوا عشرة الاف مكتب اقتراع. اذا كان يجيه يخرج رئيس مركز. من اربع الاف وميتين واثنين وعشرين. راهوا شاذ يحفظ ولا يقاسه عليه. معناتها ما نعملوش منه هالة كبيرة ياسر. وبيانات كبيرة ياسر. وما تمسش من جوهر العملية الانتخابية. هذا انثبت. انذا ثبت. انا مريد. مريدوش. الحقيقة مريدش مريدوش. تصريح موجود على اذاعة خاصة. اذا نفسي اه. فضل سي اه. تفاعلا معك. سي جديد. هو الفكرة انه ملو بكل تقدروا تقولوا علنا انه اللي يطلب معلومة نعطيوها. هذا قلنا. وملو. لا لا وعلنا. قلوها حتى في معانتها. فالندوية الصحفية راهوا تترح السؤال في ندوة صحفية نهار يوم الاقتراع. جاءوا الصحفيين وقالوا رانا فما تغير. قبل يوم الاقتراع. قلنا 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 من النقطة الصحفي هذهك. وجهنا خطابنا حتى لرؤساء المراكز الاقتراع. قلنا لهم راهوا تمكن سادة الصحفيين من البيانات التي يمكن نشرها. خاطر فما بيانات زادة مناش، موش نشرها يوم الاختراع. من بينها نسبة المشاركة. نسبة الاقبال هذه كلها راهوا من البيانات التي يمكن نشرها. ومن حق السادة الصحفيين باش يعرف باش يعرفوه معنتها راي المسألة محسومة بالقانون وما تحتاجش لتعليمات ولا حتى شيء. تفضل سي خالدان. سيمير طوى سيادك قلت انه صحفيين لكن وقت يكونوا مراقبين كما بتاع مراقبون وعديد. معناها طوى احنا سمعنا مراقبون وسمعنا عديد. يأكد خاصة على مراقبون انه تم منحهم بنسبة 15% حسب ما ذكر ممثل متاحه. يعني الاجراع هذا يا انه اتاحة المعلومة بحسب القانون اللي اذكرته وحسب التعليمات اللي اعطيت يشمل للصحفيين فقط دون الملاحظين ام لا? هذا احبيت طول الملاحظة ان نفهمها. بارك الله وفيك سؤال وجهة جدا. شوف العملية الانتخابية. العملية الانتخابية تداخل فيها الهيئة هي التي تنظم. هي تنظم الانتخابات وتدير العملية الانتخابية وتضمن شفافية ونزاهة العملية الانتخابية. من بين معايير معايير شفافية العملية الانتخابية. انك انت تستجيب تستجيب لشركاء الهيئة في ضمان شفافية العملية الانتخابية. كون هم شركاء الهيئة؟ هم صحفيين. وعندهم اعتماد هم الملاحظين وعندهم نص ترتيبي زادت هنا النص اللي قلت على الصحفيين رأوا فما نص ترتيبي آخر يتعلق بالملاحظين والملاحظين رأوا المحليين والدوليين وعندنا شروط وإجراءات اعتماد الاعتمادات اللي نعطيوها للملاحظين هذون وعندنا كذلك الممثلين الممثلين المترشحين اللي هم رأوا يبدأوا موجودين في مكتب الاقتراع ويلاحظوا سير عملية الاقتراع فالأحكام اللي تخص الصحفيين والملاحظين وممثلين المترشحين هذيك الكل ها يخضعوا نفس الأحكام وتنتبق عليهم نفس التدابير المتعلقة بسير العملية الانتخابية وكلهم عندهم الحق النفاذ للمعلومة سي مهر اذكر سي خلقيني قيبون وعتيد مثلا مرصد الشاهد يقول لتم تسجيل خروقات خلال الجولة الثانية من الانتخابات شملت العنف المادي واللفضع على أحد الملاحظين كما تم تسجيل غياب على مادلة على مراكز الاقتراع ووجود خلوات مكشوفة لذوي الإعاقة فضلا عداء عن دم تعليق قائمة الناخبين في عدد من مراكز جمعية شباب بالحدود تقول أنه صار تأثير على الناخبين سواء من المترشح نفسه أو من عائلته أو من يمثله ويدور في فلكه ويطالبون برسكلة كل أعوان الهيئة في مراكز الانتخاب وعدم اعتماد الطوابق العلوية كما كاتب اقتراع خطر صعوبة الوصول لها المركز التونسي المتوسطي وفي إطار برنامجه عين على الناخبات في الوسط الطريف والمناطق الخدودية لاحظ أنه إقبال النساء على الانتخابات في هذه الأماكن كان ضعيف جدا ويقد يكون منعدما وتمنى أنه تكون هناك دراسة لمدى مشاركة المرأة وهذا يتحدثنا فيه في المرة هذه مقارنة بالدورات السابقة يعني هناك الكثير من الهينات الفروقات ومثلا يتحدثوا حتى على العتيد يتحدثوا على الخطة الاتصالية اللي يعتبروها مرتبكة والحملة الانتخابية الباهدة جملة شو أنت جملة جوابنا هل سيتم في المحطة الانتخابية القادمة قريبا بيشتعلنوا على الخوض في انتخاب يعني مجلس الجهود والأقليم والأقليم فعلا يعني شوف ما هو الحاجات اللي حتى في اجتماعاتكم لأنه صارت سلسلة اجتماعات أكيد هناك مراجعات جملة وتفصيل نسي مال شوكرا شوكرا نيعطيك الصحية نصاف شوف أحنا في العملية الانتخابية متعرفة يوم الاقتراع يصير تصير العملية الاقتراع وشوه اللي يصير في عملية الاقتراع كما قلت لك الأعوان الهيئة هما يشرفوا على تأمين عملية الاقتراع وفما شركاء الهيئة من صحفيين وملاحظين وممثلين للمترشحين هما يعاينوا وإذا كان فما خروقات يدونوا الخروقات هذه ويشعروا الهيئة بحدوث خروقات هذه العملية كيف تصير فما زوز عمليات يصيروا يوم الاقتراع شوما العمليات يصيروا يوم الاقتراع فما ساعة عملية الاقتراع في حد ذاتها شنية هي عملية التصويت هذه تصير محاضر تصير فها محاضر لاحتساب الأصوات المصرح بها يوم الاقتراع وثم حاجة أخرى فما التقارير فما التقارير تصير حول الظروف والملابسات التي تمت فيها العملية الانتخابية لكلها الهيئة الفرعية الهيئة الفرعية اللي هي تابعة للهيئة الانتخابات كل هيئة فرعية محمولة أنها تعطي زوز محاضر محاضر يتعلق بالفرز النتائج ومحاضر يتعلق بسير العملية الانتخابية هل هي الخروقات التي تم تسجيلها وكل شيء باهي نحن يتم تجميع النتائج من الأصوات هذه في محاضر نحن نحن نبتل في نتائج العملية الانتخابية قبل أن نصرح عن النتائج الأولية للانتخابات نطلع على الأصوات والمحاضر الفرز ونطلع على التقرير الذي يتعلق بصير العملية الانتخابية وهل العوائق وهل مشاكل اللي شابت العملية الانتخابية لماذا نقول أن نطلع على التقرير هذاك؟ على خاطر قبل أن نصرحوا بالنتائج وقبل أن نرى الأرقام نرى سلامة العملية الانتخابية ونرى هذه المشاكل اللي صارت يوم الاختيار إذا كان فما عديد المشاكل وعديد الخروقات وعديد المخالفات التي تأثر بصورة جوهرية على سير العملية الانتخابية لننتجه إلى تطبيق الفصل 143 عفوا من القانون الانتخابي اللي هو ريتوا المحاضر اللي فيها الفرز والأعداد وكل شيء وكي يبدأ عندي هنا تقرير يقول لك عندك مشاكل كبيرة أثرت على وجه الفصل فالنتائج هذه نجم تلغيرها والنتائج نتائج في دائرة ولا في مكتب نجم تلغيرها لذلك التقارير متاع سير العملية والمحاضر الفرز هذه يمشي ويطلع زوز يطلع للمجلس الهيئة ومجلس الهيئة ينظر في الاثنين وقبل ما يعلن عن نتائج الأولية ينظر في التقارير هذه وينظر في محاضر الفرز هذه نحن شفنا شفنا التقارير هذه وسجلنا الخروقات اللي تحكي عليها أنت واللي جات في بيانات متاع المجتمع المدني ومشكور المجتمع المدني أنه ينبه الهيئة لمثل هذه الوحدات ونحن يجبنا نتفعله إيجابيا مع التقارير هذه وإن شاء الله يكون بودنا في مستقبل الأيام أنه المجتمع المدني يأتي للهيئة العلية المستقلة للانتخابات ويأتي بنا التقارير ونحن لا نتطلع عليهم ونستخلص العبار من التقارير هذه وإذا كان أنه نقتضى الحال أنه يجب أن تكوين لأعوان الهيئة فأنا نحن لن نتوانى في اتخاذ قرار في اتجاه تكوين أعوان الهيئة سؤال حضرة العميد السؤال هو وقته شنوما السيناريوات الممكنين باش المجلس النواب الجديد هذا يبدأ يخدم على روح شنو المراحل قادمة لو هزيتني ليه ساقيت الداير ما غير من أنت تواب بالضبط ريت والإلغاء هذنك قرارة الإلغاء هذنك بناء على التقارير متى سير العملية الانتخابية جاتنا للنتاج اللي هي مثلا ما غير ما نذكر للأشخاص ما غير ما نذكر شكون المترشحية هنا شنو نتاج الصندوق جابت لنا عدد أصوات ولكن قرنا التقارير سير العملية الانتخابية جات توصية توصية من الهيئة الفرعية يقولوا يوصيوا مجلس الهيئة يقولوا راهوا توصية مجلس توصية الهيئة الفرعية بالدائرة الفلالية يقول لك راهوا إلغاء الجزء والكل اللي نتاج الوحي بناء على الخروقات اللي صارت في سفاقس مثلا تجاوز حد كبير الصقف الانفاق على الحملة كيفاش اثبت تجاوز صقف الانفاق هو صقف الانفاق قداش ما يفوتش خمسالف دينار بالضبط هو هكا كما بين خمسالف هو تجاوز بكثير جدا يعني معلقات ريت المعلقات وكرا السيارات والاجتماعات والمواكب اللي يعملهم المترشح باش يستقبل فيها باش يستقبل فيها الناس اللي باش حضرت الحملة الانتخابية متاعوا ويقعدوا في يقعدوا في مطاعم فاخرة وفي مقاهي فاخرة خمسة ملائنة تعليلة تعليلة فمتهدوك الكل فما محاضر ويلكش احبابه واصحابه ضيفه فما محاضره وفما أعوان رقابة حملة باش تثبت القصة باش بتكون فما هذا مكالكل بناء على التقارير وبناء على توصية الهيئة الفرعية اللي هي قلتنا راهو فما تجاوز كبير جدا لسقف الانفاق والهيئة الفرعية أوسط المجلس بأنه يلغي كليا الأصوات هذه احنا قرينا التقارير عنده حق في طعون اكيد زوز مترشحين نحكيو اليوم اليوم اوضعوه اليوم اعلنونا اعلنونا بطعام حالة اخرى بالليلي في سبيبا ذاك اللي اللي صلح في ديار وكذا وقالوا عليه ذاك شنو معنا تتحالته على النيابة وشنو كلهم اللي فيه مخالفة واللي ثابتة في حقه مخالفة راوية حالة على النيابة ما فيش ما زالت فما طعون وبعد أجال الطعون نمر لترسيم هذا المجلس والمرح إجابة على سؤال السيد العميد ثم نمر مع سيحسن زرقوني في قراءة لهذه الانتخابات من زويد صبر الأراء خليني جاوبك على الطعون الطعون احنا البارح اتعلقوا البارح تم تعليق محاضر محاضر النتائج الانتخابات في مقرات في المقر المركزي للهيئة العالية المستقلة للانتخابات وتم تعليق المحاضر تعال نتائج اليوم بدأت اليوم بدأت أجل أجل للتعال الأجل اليوم هو اليوم الخميس اليوم اليوم والخميس والجمعة هذه كأجال تعال القانون الانتخابي وبعد الدوائر الاستقنافية للمحكمة الإدارية ستنظر ابتدائيا ثم استقنافيا تنظر الجلسة العامة في التعال اليوم مثلا اليوم الهيئة توصلت إلى حدود الساعة قبل المنجيل للبلاتول هنا توصلنا بسبعة طعون ولكن الأجل ما زلت مفتوح ثلاثة هذا العدد قابل للارتفاع إلى يوم الجمعة إلى آخر التوقيت الإداري ستة متى العشية خمسة ونصف خلين نقول خمسة ونصف متى العشية لنهار الجمعة لنهار الجمعة تنتهي أجال الطعون شكرا بعدك تنظر المحكمة ابتدائيا واستقنافيا في خصوص تركيز المجلس معناه شنين السيناريوات التركيز المجلس تركيز المجلس شنو هو تركيز المجلس بعد ما نتوصله أحنا بالنتائج النهائية مش النتائج النهائية بعد ما نتوصله بالأحكام النهائية صادر عن المحكمة الإدارية ابتدائية البت والنهائية يعطيك الصحة المحكمة الإدارية تعطينا الأحكام النهائية يعقد الهيئة العلية المستقلة للانتخابات. تعقدوا ندوة تعلن فيها على النتائج النهائية لانتخابات مجلس نواب الشعب. شنية النتائج النهائية؟ هاك المصرح بيهم في الدورة الأولى والمصرح والذين هم اللي بيش يصرحوا فيهم في الدورة الثانية. دوك بش نتقعوا عنا نتائج نهائية متاع 154 154 نحن سبعة دوائر انتخابية في الخارج هذي شاغريين. وهذا مثلا بالنسبة لجومين وساقيت الدائر ممكن يربحوا طعون متاحهم يعني ويرجعوا لسبق الانتخاب ويرجعوا البرلمان وممكن لا يتولي عن فم شغرات لا لا يولي الثاني الثاني هو اللي يطلع بهذا يش حابينا نوضحه لسد المشاهدين الفضل سيحسن زرقوني قراءة في هذه الأرقام وفي تركيبة هذا المجلس الحقيقة هذه العملية دي اللي أفرزت ثلاثة ولا أربعة نقاط اللي لازم نركزوا عليها بطريقة رقمية نسمعوا فيها ماذا بيا كان في الغيجي نشوف اللوحات مع بعضنا اللوحة الأولى والعدد الأول والرقم الأول كلنا نعرفوا معناتها عدد المساجلين تسعة ملايين ومياب سهل هذه تسعة ملايين ومياب مش نجب ندخلوا في ديتال منهم نصف رجال ونصف نساء هذي مهم جداً ومن بينهم ثلاثتاش في المياه ما بين عمرهم ما بين ثمانتاش سناء لخمسة وعشرين سناء وقرابة العشرين في المياه معناتها واحد على خمسة أكثر من ستين سناء هذي باش لناس تعرف منين النقطة البداية نمروا إلى النقطة الثانية توا في الدور الثاني في الدور الثاني قلب طبيعة الحال عدد المساجلين اللي هما معناتها لازموهم يمشيوا يصوتوا نرقاو نرقاو أنه التكونا خاتكموا لا مهم معناتها فماش معناتها فما حد نساء قدر الرجال توا تشوفوا النتائج تشوفوا النتائج مع بعضنا تشوفوا السلايدي نرقاو في الدور الأول نرقاو أنه ثلث فقط من النساء وثلثي من الرجال هذي من ناحية المشاركة في عددهم من ناحية عددهم في اللي يمشيوا يصوتوا ثم الرقم الثاني المهم جدا نرجع سامحني سير تفيق نشوفوا تحي المخرج تهم صحة تعابتهم الدور الأول دور الأول نرقاو أنه تحيي الأنيس الشريحة هذيك اللي قلنا 13% عمرهم ما بين 18 و 25 سنة نرقاو توا 5.8% نصفهم نصفهم ما مشاوش معناتها وهذا في حد ذاته ضربة كبيرة حتى للمسار الديموقراطي إذا نرقطوه بالانتخابات لأنه الشباب اللي عمرهم 18 إلى 25 سنة كيف ما النساء هما الركيز عادة في العالم الكل منتع الانتخابات هما اللي حركوا الشارع أيام الحملة هما اللي واقفين هما اللي يخدموا هما اللي ثابروا باش يوصلوا حد ولا يوصلوا نساء شباب ويوصلوا للمترشخين احنا في تونس فما عزوف نتع نساء بالنسبة للرجال وشباب بالنسبة للكهول وخاصة بالنسبة لأكثر من 60 سنة بشوفوه نفس الشي في اللي صار وحتى بطريقة أكثر قوة حدة في دور الثاني ونكملوا السلايد اللي بعد بشراعوا العالم 154 اللي رشحوا في يوم الأحد الماضي نرقاو الرقم اللي هو يوجع أنه نسبة مشاركة النساء ماهاش 1.4 كيفما ولا 2 أو 3 لا لا هي 7.5 في المية هذا رقم لازم نهد وبان عليه وثم بالنسبة الرقم المعدل العام اللي هو 11% يولي 5% بالنسبة للصغيرات الشباب اللي عمرهم 18 اللي 25 سنة ويولي الرقم هذا 11% لدوبل عند اللي عمرهم 60 سنة فما فوق ما معناتها كان هم الكبار هم اللي يقرروا مصير الصغر ورجال يقرروا مصير إنسان هذه وضعية معناتها ما تحلمنش مرتاحين لماذا هم الكبار اللي عمرهم 60 سنة فما فوق نحن نعرف أنه عندهم الوعي وعندهم الموارسة السياسية والظهن السياسي والوعي السياسي أكثر من الشباب بالوقت لكن الشباب هذو ما عندهم الذكاء الاصطناعي عندهم البلاي باي باي عندهم تشات جي بي تي عندهم حوايج جدد اللي 60 سنة فما فوق ما يعرفوهم الجمع وانساء حياة اليومية تالمر التونسية يعلم بها ربي إذا تخدم وإذا ما تخدمش عنا في تونس 27 سنة 27% من النساء تعمل حياتها يوميها تعب وتعب وتعب كيف نقولش بخطات جحيم ماذا نقول عليها واذا نقول صوتها ويضع في الطاولة وثم ما الذي لم يتخدم أتعس وبعض الأحيان معناتها في الأرواف تعلم ما قال نكمل نحن نظرك لذلك نحس نحس نحن نكونوا وعين به ما حدث يوم 27 ديسمبر ويوم 29 جامب نأخذ مثلا الدور أول يوم 17 ديسمبر يوم 17 ديسمبر يوم 17 ديسمبر هو كونه ثم نوعين من الولايات والدوائر القديمة مع الدائرات في 33 القدم نوعين من الولايات الذين لم يحبوا شي صوته ونوعين يحبوا شي صوته ما يحبوا شي صوته وذلك نحب حتى سيقايا سعيد يسمحها جملة هذي الذين يحبوا شي صوته هم الولايات مؤشر التنمية البشرية أضعف شي في تونس ما معنتها؟ يحبوا شي صوته يحلموا ولا يرنوا بيش يحسنوا وضحهم قسرين سيديبوزيت زغوان وما أدراك من زغوان وكما حكينا عليهم مرة فاتة جرادو ومناطق الداخلية المهدية تنساوش شربان سويسي يولاد شامخ هبيرة هذو مهدية راي مش عالشط راي ناس غالطة المعتمديات الداخلية شربان جبلي القيروان القيروان الكيف هذيك هذو عندهم نسبة مشاركة أكبر من المعدل العام إلى 11% بطريقة واضحة مستير شركة برشد لأنها مسيسة تسيس ولاية مستير و29 بلدية هذه حاجة تاريخية لكن المؤشر التنمية البشرية عالي تونس العاصمة أريانا بن زرد معنا عالي وبن عروس من نوبا عالي نسبيا بسيو وكذلك ولايتين تطوين مدنين وكذلك وجبس وشكونهم هذوما لأنهم هوني فما مشكلة سياسية لأنه أغلب الأصوات في الانتخابات الماضية كانت تمشي الحركة النهضة اللي هي عملت قطيعة مع الانتخابات هذية البويكوتين باش نفهموا كيفاش أنه فما المشكلة الاقتصادي الاجتماعي الناس مشيت شوف معناتها راهوا راهوا دور السلطة ودور الحاكم أنه يحسن وضع الناس والناس طالبين مدينة ديهم عاونونه ومشيوا وشاركوا ويعلم بهم ربي ويبدأوا بعاد ومكاتبهم بعاد على اللي سانتر اللي سانتر بعاد على ديارهم وكل شي وكذلك شكون مشي مشي وشكون ممشيش اللي هوما المسبب بتاع ولا المؤشر التنمية البشرية بتاعهم تقولوا التنمية البشرية شمعنات هذي الواغ تخص معنات معنات قداش تجيهم فلوس في الشهر ولا في العام فيها تدوك التربية فيها الصحة فيها البيئة هذي المؤشر متكون من بعض هو كومبلكس معنات مركب وشوفوا مدنين وتطوين ودوركم مركب وشوفوا مدنين وتطوين ودوركم ك ما هي وكما هو ؟ مرفع سيكون مدنين وتطوين نحن نعرف على شو ما شو سياسيا لكن إذا أنتم عندكم بجي كوم ولا بجي متاع إفار وكل لازم تعملو غادي أكثر من من بلاس أخرى نكملو إذا تسمح بيعوجينا 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 نكمل نواصل بسرعة ألو شنرقاو نرقاو نكملو سامحني سيد اللاغيجي ما حنتها السلايد اللي بعده نواش نسرع حاطفهم هذه السلايد نحمر ننأكد عليهم أن توقف عند هذا ألو هذي سلايدة دي واضح هو شنو يقول يقول كونو في الدورة في الدورة الأولى في الدورة الأولى اللي الخصائص الديمغرافية شكون شكون انتخيبه شكون انتخيبه من انتخيبه من ترشحها فينا المو ولا في الدورة الأولى gdyبقضوا interviews All the first 10% من النساء و 88% معنا نسidy communicate They did not message with firing resistance وبعد حتى في الترشح يتغيحوا رواهم نسبتهم ضئيلة وضئيلة جدا معنا ثمانية مرات أقل مين الرجال نكمل صعوبة كبيرة في تشبيع التسكيات صدقاً على الميادات إذا نرى ما كان واضح لكن نحب أن نقولها معظم الناس الذين يترشحون هم ديزمبلوية أو ديكادر معظمهم من الدولة موظفين هذا المهم لذلك نعرفه أنه ليس الناس لا تشبهش كيف تونس معمولة تونس رائع كيفية معمولة 50% من التونسيين سدي سلاغي معنىتها عندهم شهرين و50% أخرى اللي هما يا أما تاجر يا أما فلاح يا أما مهن حرة معنىتها الهوني بجينا مجلس معبي بالموظفين ومعظمهم أساذ ومعلمين اللي يمكن ما أنضمش الخبرة التقنية لي مسائل مهمة ومهمة جداً وهي تقنية بالخصوص في تونس كيف مع الماء الطاقة الذبذبات مثلاً متع التليكوم الاتصالات تحديات وتحديات تقنية كبيرة متع الجباية ويمكن يساعدوهم لكننا نرى كيفية تساعدوهم فهمت كيفية نرى النواب في تونس لم يكن لديهم حتى أمبريمانت ومعنهم ش بيرو ومعنهم ش موساعدين ومعنهم ش وين يباتوا وشفنا برشا حواجز اللي هننقول لهم باش نفهموا مداء التحديات والجاب معتال هو على شنو قدمي ثم نلاحظوا كمام أنه من المترسحين لا يخدموا وميخدموا عامل يومي أو ما يخدموا وواحد واثنين زادة طالب معناها موطن شغل تشغيل معناها فهمت قاعدين لكن ما حابتنا نقوله كونه هال تاريخة هالية السخويتان تاريخة تاريخة الاقتراع تاريخة الاقتراع علش على خطر تاريخة الاقتراع وبالأربعمائة من تزكية شكون شكون جيب شكون في أنا وياك وليد باردو انصاف ونعرف واحد نحن كي المعلم يتعدن نخافوا منه نحن خاطر قررانا الكل وقرر الحوم الكل وكل شي دوك عنا جلال وعندك وجهها متاع الأستاذ والمعلم لوكلمان وهم دوك قرروا نس كل في سليانا قرروا نس كل استأنسوا بذلك يعني وقل لك هو وذو ما بعده وهذا عندو عندو علاقة مع السياسرة سيحسن عندو علاقة أخرى بشيقول هلنا بشمن أكيد رك عملتها هيا الناس المتسيسين الأحزاب شي الألوان اللي عند خطر ثمة راو ما حبش نحن عند إنصاف نحن دايما نتكلموا بحرة عند إنصاف عند الوطنية شوف هو راهم عند إنصاف نحن دراسات اللي قمنا بهم الكل وستطلعت رأي الكل نوين عليك ليلة بيت كل ها الدل أخو يا ركس عندو صاف مدي معاك الدل تكونوا المعلمين والأساذ تكونوا محافظين أغلب وعندهم جانب أخلي قوي وإحنا أولاد رجال لكن هذوما النس هذوما معظمهم جاءوا مع سياسة قيس سعيد جاءوا مع سياسة قيس سعيد وهم وعذلك على الشارك وبرشة وحتى وإذا نسمح النفسي حتى في النقابة علش النقابة اليوم اللوجيتاتي بنفسها ما هاش قادرة أنها تسيطر بقدر الكيفي حتى على قواعدها لأنهم القواعد متى حبش معمولة إذا نقول وفما ستمية سبعمائة تمانيمائة ألف منخرط في اللوجيتاتي ميتين ألف جايين من سلك التعليم جسوة تعليم اتدائي مختلف أساسي أول ذلك ستفهم مشكلة مع بين ساحة محمد علي كرأس كسنتر كمركز والقاعدة اللي هي عندها نظرة نظرة معناتها عندها ميل لسياسة الرئيس ثم إذن نواصل معنا نواصل نفتم لأنه خلي سي مهري على الألوان سياسي حسن بخطر نتصور كرك عرش علي آتا نشوفهم بعد شوية في الأخير بكل لديك خلي معناها الحزاب بوجود دمان نحب بشير نطلب عدد النساء المسجلات كانوا 50% قلنا كيف مرجال خلي في الدورة بعد لقينا ثلث مشاء ما أعطا في البرلمان البرلمان أعطا أنهم في الدورة أولى 11% وفي الدورة الثانية 13% في الأخير في الأخير بكل عدد النساء في البرلمان 25% 16% ما معناها هذا هذا لكم تيسي جديد معناها إنساء وقت يعطيناهم حظهم وقت يوصلوا دوزين تور نجحوا أكثر من في العادي معناها من الأول حتى في السياسة الاتصالية صارت قرعة خاصة بنساء وتقريبا استقبل في الدور الأول في الدور الأول ما استقبلنا حتى مرحة حتى لي جاو ما جاوش اللي طلعت واحدة تقريبا في الدور الثاني كل ليلة تقريبا واضحة فبنسة جديدية معناتها وقت لعطيناها فرصتها المرأة تكون حاضرة وإعتعت مش عطيناها خذيت فرصتها وفكت فرصتها وجات في الدور الثاني كبرت في الاحتمال أنها تكون فائزة صحيح وهذا يدل لأنه شفت معناتها ضمن حقها من ناحية وانا نمنا بالتمييز الإيجابي في الموضوع لأنه لأنه لدينا ألف سنة ألفين سنة ثلاثة ألف سنة بتاع سيطرة ذكورية على السلطة التي لازم تتصلح بالعقل بالقوانين بالقوانين نكمله بالنسبة بالنسبة للشباب توجعني حتى الشباب شباب اليوم في قطيعة مع الكهول مع الناس المسنين في قطيعة اليوم شبابنا يحرق وقال على خاطر مش قاعد إيران في نفسه في السياسة العامة السؤال ما يتطرح ويتقال هو وين هم الشباب وين هم الشباب إبا الشباب نوص الموم ممشيوش أو كراوهم 5% فقط ممشيو في الدور الثاني نرقاوهم يمثلوا 14% من اللي وصلوا عمرهم 30 سنة فما تحت نرقاوهم 14% في الدور الأول في الدور الثاني ومزلت ومعدل تلع 5% 5% فقط من البرلمان متكون من 18 إلى 30 سنة إيش بشيوزنوا وإيش بشيوصلوا كيف إيش بشيوصلوا صوتهم بشيقولوا الألم وال 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 اللون السياسة اي بالنسبة اللون السياسة آخر شي شوفوا تونس تونس اللي تعرفوها ونعرفوها لكلنا بلادنا العزيزة راهي منا لها قرن ونص ديما مقصوم على اثنين هذا ل invaluable مقصوم على اثنين فما الناس اللي تغذر وفي الوسط فما شوي اليسار اللي بدا في آخر القرن الماضي لكن فما الناس اللي تغذر في الراتروفيزور من تالي وفما الناس اللي تشوف القدام وفما بيناتهم اليسار اللي هو في اليسار العمالي يحاربوا ويحربطوا كل وعندوا الحق واليسار الديمقراطي اللي هو يحب يحط الأفكار بشي نيير المجتمع لك عنا هذوما شكونهم اللي يراوا القدام هما الحدفيين المفتوحين على العالم على اللي ساير وعي باللي ساير في العالم ولكن عندهم متجذرين وطنيا في بلادهم تونس وعالم تونس والمرجع هو تونس هذوما رقينيهم في حسب سيفي والبيديجري متعلي ترشحوا قرابة 40% من اللي ترشحوا ومن الناس اللي هوم من قراب من الفلسفة متع قيس عيد نرقاو قرابة 30% ومن اللي هوم نجموا يتأقلموا مع الإسلام السياسي نرقاو بين 15% و20% ثم نرقاو 15% من نستقلين حقيقيين هذي تكمنا حسب قراءتنا اليوم اللي لازمنا ندقوا فيها أكثر هذا احتي هذا معناتها فرضية لازمنا ندقوا فيها أكثر ونراهم بعد في العمل المتاحهم التشريعي بش نشوفهم كيفش نشتغل حسن الزرقوني تمنيت نعطيك تعلق على مضايا إن شاءنا بترجع بحثين من حالتين الحديث سبعني اتوالت انتعايا بقاعد الشاعرات في دوائر الخارج شكرا لكسي خالد عبي شكرا لكسي خليفة شيباني مرة أخرى شكرا لكسي مال جديدي تصفحوا على ألف خير مجاهدين نلتقي الاثتين من السادي ثلاثة من المساعد بإذن الله شكرا لكسي